خمسة أبراج فنانة بطبيعتها البرج الأول على القائمة برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء روائيون طبيعيون يبدعون في عالم الكلمات ويجسدون الأفكار بأسلوب ساحر ومدهش يمتازون بقدرة استثنائية على صياط العبارات والعبث بالحروف والكلمات حتى تتحول إلى تحف فنية تستقطب الأنظار وتلامس أعماق النفوس بفضل عقولهم الرشيقة وخيالهم الواسع المفعم بالحيوية يستطيعون أن يستحضروا عوالما خيالية تدهش القارئ وتأسروا قلب المستمع لدى مواليد الجوزاء هذه القدرة الرائعة على تجسيد الأحاسيس والمشاعر بوضوح فائق سواء كانوا يكتبون قصصا مشوقة تأخذ القارئ في رحلة غامضة أو يلحنون كلمات أغاني تتغنى بعمق العواطف البشرية تشتد براعتهم في استخدام اللغة عندما يجسدون الصراعات الداخلية والأفكار المعقدة بطريقة تثير التساؤلات وتجذب الاهتمام تسلط أقلامهم الضوء على جماليات الحياة وعمق الإنسانية وهم يستخدمون الكلمات كآدات لا تقاوم للتعبير عن التجارب الإنسانية بأشكالها المختلفة هؤلاء الروائيون والشعراء وكتاب الأغاني لا يلتزمون بحدود معينة بل يتجاوزونها متحدين التقاليد ليصنعوا أعمالا فنية استثنائية تتركوا بصمة عميقة في عالم الأدب والموسيقى إنهم يمتلكون القدرة الفريدة على إثارة الأحاسيس والأفكار والأحلام مما يجعلهم أصحاب رؤى استثنائية يمتعون ويلهمون العالم بتجلياتهم الإبداعية الفريدة البرج الثاني على قائمة الأبراج التي تتمتع بحس فني بالفطرة برج الأسد هذا الكيان الفلكي الذي يتحلى بالريادة الطبيعية ينبثق بثقة وسحر على خشبة المسرح وينقلب إلى نجم لامع تحت أضواء الأماكن الصاطعة هؤلاء المولودين تحت هذا البرج يتميزون بجاذبية خاصة وطاقة مغناطيصية لا تقاوم تجعلهم يتألقون في عالم فنون الآداء المختلفة كالتمثيل والرقص والخطابة يعد برج الأسد سيد المسرح إذ يجد في الأضواء من برن ليعبر عن أنوثته أو رجولته بكل جرأة وإلقاء يتقنون فنون التعبير الجسدي واللفظي ببراعة حيث يمتلكون القدرة الفريدة على تجسيد الشخصيات ونقل المشاعر بطريقة مؤثرة وممتعة يعملون على جعل الجمهور يندمج مع أدوارهم ويعيشون معهم كل لحظة من مشاهد العرض إنهم لا يجذبون الأنظار بسحرهم وجاذبيتهم فقط بل ويتميزون أيضا بموهبتهم في الخطابة حيث يستخدمون كلماتهم بحنكة وتأثير ليقنعوا ويلهموا الآخرين وبفضل هذه المهارات الاستثنائية يستمتعون بمكانة مرموقة في عالم الفنون ويتركون بصمة قوية في قلوب الجماهير التي تقدر جاذبيتهم وتقديرهم للجمال الفني والعاطفي الذي يبثونه في كل عرض يقدمونه البرج الثالث على القائمة برج الميزان يمتلكون روحا فنية حساسة تنبعث منهم وهم ينقلون الجمال إلى عالم الفن بأناملهم الماهرة وروحهم المبدعة موليد الميزان يمتلكون موهبا خارقة في صناعة الجمال عبر الفنون البصرية سواء كان ذلك من خلال الرسم الذي ينساب بأناقة على قماش أبيض أو التصوير الفوتوغرافي الذي يلتقط لحظات ساحرة ويحولها إلى صور فنية تروي قصصا مذهلة بالإضافة إلى ذلك يتمتعون بإلهام فائق في فن التصميم الداخلي حيث يجمعون بين الألوان والأشكال والمواد بأسلوب فريد يصنع جوا من التوازن والجمال في كل مكان يلمسونه تظهر إبداعاتهم الفنية البارعة انسجاما مذهلا وتوازنا رائعا مما يجذب الأنظار ويسحر القلوب عباراتهم الفنية تحمل في طياتها عمق الإحساس ورقة الروح وهي تتحول إلى أعمال فنية تروي حكاية الجمال والإبداع مواليد الميزان يفهمون لغة الفن بشكل عميق ويستطيعون التحدث بها ببراعة حيث تبقى إبداعاتهم خالدة في قلوب الناس تحمل بين طياتها لمساتهم الساحرة وعشقهم للجمالية البرج الرابع على قائمة الأبراج الفنانة بطبيعتها برج العقرب فنانون حساسون يتأرجحون على حافة العواطف ويشدون بأوتار الحياة بشكل مدهش ينطوي ارتباطهم العميق بمشاعرهم ومشاعر الآخرين على قدرة استثنائية في فهم العواطف البشرية بأعماقها وتجلياتها المعقدة تماما كما يفتحون أبواب قلوبهم للعالم يفتحون أيضا أبواب فنونهم ليعكسوا هذه العواطف بطرق تثير العجبة والدهشة تعكسوا مواهبهم المتنوعة والمبدعة غنى هذه العواطف حيث يعكفون على توجيه تلك المشاعر المعقدة نحو فنونهم يمكن أن يكون ذلك عبر ملاحم موسيقية تنساب بألحانها الراقية إلى أعماق الروح أو عبر لوحات فنية تنطق بألوانها الزاهية وتنسج قصصا لا تنسى أو حتى عبر أبيات شعرية تنبعث منها روح عميقة وحكمة عظيمة تأتي إبداعاتهم الممزوجة بالعمق والحماس بشكل ساحر حيث يستخدمون اللوحة أو القصيدة أو النغمة الموسيقية كوسيلة للتعبير عن المشاعر الباهرة والمعاني العميقة وتلك الأعمال الفنية تدعو المشاهدين إلى رحلة استكشاف مذهلة في عوالمهم الداخلية المعقدة حيث يتخذون من الفن وسيلة لنقلها ومشاركتها مع العالم إنهم يتمتعون بالقدرة الفائقة على إحياء العواطف بشكل فني مما يجعلهم ليس فقط فنانين بل رواد يتركون أثرا عميقا في قلوب الناس وبفضل هذه الرؤى الفنية المتقنة يعدون مصدر إلهام للجميع حيث يسلطون الضوء على القوة الإبداعية للعواطف ويجسدون جماليات الروح بأبهى صورها والآن إلى البرج الأخير على قائمة الأبراج التي تتمتع بالفن والإبداع برج الحوت يبدو أنه عالم من الخيال الذي يحكمه كوكب نابتون ينتج أفراده موجة من الإبداع والحلم تتسلل إلى عالمنا الواقعي إنهم ليسوا مجرد مواليد تحت برج فلكي بل هم فنانون بكل معنى الكلمة يعيشون في عوالمهم الخاصة ويستمدون إلهامهم من أعماق خيالهم يتمتع الحوت بموهبة فائقة في الاستكشاف المستمر لعوالم الخيال والأحلام مواليده يمتلكون تفسيرا فريدا للحياة يتجلى في أعمالهم الفنية إن إبداعهم لا يعرف الحدود فمن خلال قلمهم الرشيق يصنعون حكايات ساحرة وأشعار تتغنى بالجمال والرومانسية هم يستطيعون تجسيد الأحلام في ألوان وكلمات حيث ينقلون الجمال الخفي والحكمة العميقة ببراعة إلى قلوب الآخرين بفضل هذه القدرة الخارقة يمتاز فن برج الحوت بتأثيره المذهل على العقول والقلوب إنه يجسد الأحاسيس بألوان رائعة ويروي قصصا عاطفية تنتقل بسلاسة من العمق إلى سطح الورق أو اللوحة يتجلى إبداعهم في الصياغة البصرية بشكل خاص حيث يصنعون لوحات تتنفس الحياة وتروي قصصا بصرية تأسر الأنظار هم مبدعون في عالم الفن يمتلكون القدرة على إلهام الآخرين وجعلهم يغوصون في عوالم فنية جديدة ومثيرة إن إرثهم الفني يبقى خالدا يعكسوا تلك اللحظات الساحرة التي أخذوا فيها الحلم وصاغوه إلى فن لا ينسى إنهم الفنانون الحقيقيون الذين يحولون الواقع إلى فن ويجعلون الخيال يتحول إلى حقيقة بلمسة ساحرة وكلمة راقية اكتب لي في التعليقات إلى أي برج فلكي تنتمي أنت وهل لديك إبداعك وفنك الخاص أنت أيضا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر